موسيقى الأخبار هنا تونس الإذاعة الوطنية مستمعين ومشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير وفي عنامين هذه النشرة تجيل 63 وفاة جديدة و2327 إصابة جديدة بوباء كورونا بتاريخ الثلاث عشر من جنفي الجيري وتونس تتجاوز 170 ألف إصابة منذ بداية الجائحة في الذكرى العاشرة للثورة البرلمان يدعو إلى الوحدة الوطنية ويجدد دعمه لمبادرة الحوار الوطني والهيئة الوطنية للمحامين تحذر من خطورة الوضع الذي تمر به البلاد وتحمل المنظومة الحاكمة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من تردنا في العالم تجيل أكثر من 93 مليون إصابة وحوالي مليوني وفاة بفيروس كورونا إلى التفاصيل أعلنت وزارة الصحة في بلاغها اليوم أمس أنه تم بتاريخ 13 من جنف الجري تسجيل 63 حالة وفاة جراء فيروس كورونا وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 5478 وفاة وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تجيل 2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي للإصابات 170 895 إصابة وفي آخر تطورة الوضع الوبئي بعدد من جهات البلاد أكد ولي المونستير أكرم السبري في تصريح أمس أن الوضعية الوبئية بولاية المونستير خطيرة وتعد من أخطر الوضعيات على مستوى مختلف الولايات إذ أن عدد الإصابات بالجهة مرتفع جدا وكذلك عدد الحالات التي تستوجب الإيواء السبري أضاف أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين تطبيق السارم للبروتوكولات الصحية للتقليس من خطورة الوضعية الوبائية الحالية وسجلت ولاية نابل أمس أربع وفايات جديدة ومائتين وخمس وستين إصابة محلية جديدة وفق الإدارة الجهوية للصحة بنابل كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية أمس وفت ثلاث مصابين بفيروس كورونا واثنتين وتسعين إصابة جديدة وأكد أستاذ الطب في الأمراض السدرية حبيب غديرة أن الوضع الوبائي يتطلب سهدف النقاط الحمراء ذات الانتشار الكثيف للعدوى بمرض كورونا وأشار غديرة من جهة أخرى إلى أن إقرار الحجر الصحية الشامل يتطلب تطبيق التباعد البدني في المحيط الأسري من أجل تفادي نقل العدوى ومع بدء الحجر الصحية الشامل الأمس سجل امتثال نسبي للإجراءة الصحية مع تواصل حركية السير والتسوق بنقاط البيع داخل المدن وذلك رغم الاحتياطات التي تم اتخذها وانتشار الدورية الأمنية في المفترقات وما داخل المدن وعلى الطرقات السيارة وأعلن البريد التونسي أن توقيت فتح مكتيبه لفائدة العموم اليوم الجمعة الخامس عشر من جنف الجري سيكون من ساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة سباحا إلى ساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة في بلغ أصدره أمس بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة دعا مجلسون وبالشعب إلى الوحدة الوطنية والانسراف إلى العمل والإنتاج ومواصلة بذل الجهد من أجل استكمال من سر الانتقال الديمقراطي وترفع ما وصفه بالمهاترات ونزاعات المفتعلة والعقيمة والمحاولة البائسة لترذيل مؤسسات الدولة وجدد المجلس دعمه لمشروع الحوار الوطني الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل ومن جهتي أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين تابوبي في كلمة له أمس بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة أن الأمل ما زال قائما لتحقيق أهدف الثورة وما دام لدى تونس قدرات شبابية بإمكانها تعويل عليهم أنا لتمنى أن أبناء شعبنا في الأحية الشعبية أن بدأ يتنامى الوعي بروح المسؤولة العالية وأن بلادنا في حاجة إلى كل قدراتها واليوم لابد القامات المثقفة هي ما تبقاش صوتها منخفض يزم صوتها يعلو على صوت البرباجندة والشعبوية معناها المفرطة اللي اليوم جاعدة تهزف البلاد إلى اتجاهات غير محمودة عندنا شباب يفاجأ في بعض الأفكار تبداع نجم تطمئن على تونس اللي فيها قدرات شبابية وفيها النضج الشبابي وهذا ما جاش من عدم جاء بالتربية وبالتعليم وغيره رغم عديد الهينات اللي نشكوها اليوم ولكن يبقى الأمل ويبقى مستقبل تونس مستقبل زهر ومقارنة بعديد الثورات مزالة الشامعة اللي تشعل وستظل تضوي هذه الشامعة الحرية والكرمة الوطنية على عكس الناس اللي تحب تندمنا على الثورة لا احنا صار الثورة ومزلنا من مستمرين في المسيرة وفي المدى الثوري من أجل تحقيق أهداف الثورة وأكدت النقابة الوطنية لصحفين تونسيين أمس بمناسبة الذكرى العشرة لثورة الحرية والكرمة تشبث صحفين تونسيين بحرية التعبير التي كانت دوما وستظل البوابة الأولى للنضال من أجل بقية الحقوق الأساسية والحرية الفردية والعامة وحملت النقابة في بيان أصدرته بالمناسبة للبرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية مسؤولياتهم في التلك في تمرير مشروع قانون الهيئة الدستورية التعديلية للقطاع السمعي البصري ومشروع جديد لمجالة الصحافة يساغ وفق رؤية تشاركية مع أبناء القطاع وهيكلهم لا وفق رؤى ذيقة ترسمها المصالح والمحاصصات ونبهت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أمس في بيانا بمناسبة الذكرى العشرة للثورة نبهت إلى خطورة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد الهيئة أكدت تمسك المحامين التونسيين بتحقيق أهدف الثورة والاستعداد للذود عنها وحملت الهيئة في بيانها المنظومة الحاكمة من أحزاب وبرلمان ورئستي جمهورية وحكومة ما وصلت إليه الأوضاع من ترد وانهيار قالت إنه يهدد أركان الدولة أمام فشل آخر جلسة مفاوضات بين رئاسة الحكومة والدكاتر الباحثين المعتصمين منذ سبعة أشهر بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذ أمس الدكاتر الباحثون في مختلف أنحاء البلاد إضرب الجوع تضامنا مع زملائهم الذين دخلوا في إضرب جوع مفتوح منذ ثلاثة أيام الممثلة عن حركة دكاتر الباحثين المعطلين منال السلمي نحن نتاوى كدكاتر الباحثين عن سبعة أشهر اعتصام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ تاريخ 29 جوعة 2020 دخلنا في سلسلة مفاوضات في رئاسة الحكومة بحضو ممثلين الاتحاد العام تونسي للشغل ولكن للأسف في آخر جلس مفاوضات اكتشفنا أن الوزير التعليم العالي مع أنت حتى رؤية ولا حتى استراتيجية لحل هذا الملف العويس لذلك أمام فشل جلس مفاوضات دخلنا في إضرب جوع مفتوح 10 من الدكاتر المعطلين دخلوا في إضرب جوع مفتوح تضامنا مع زملائنا المضربين على التعامل مدة 3 أيام قمنا بإضرب جوع وطني لكل الدكاتر الباحثين في كامل إنحاء الجمهورية لدعوة السلط المعنية للتعامل بكل جدية مع ملفنا ودعوة لانتداب الدكاتر الباحثين نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين في أخبار العالم تدابير استثنائية في عدد من عواصم العالم لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا ومنع وصول السلالات الجديدة منه مع تجيل أكثر من 93 مليون إصابة حول العالم وبلوغ عدد الوفيات قرابة المليوني وفات وأعلنت الحكومة البريطانية حضر استقبال الوفيدين من أكثر من 12 دولة من أمريكا الجنوبية من بينها الأرجنتين والبرازيل اعتبارا من اليوم الجمعة بسبب تفشي متغير جديد لفيروس كورونا فيما شرعت منظمة الصحة العالمية في دراسة السلالات الجديدة البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن يكشف عن خطته للإنعاش والتحفيز والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار وتهدف إلى مساعدة العائلات الأمريكية والشركة المتذررة من وباء كورونا بايدن وعد بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة أمس أمام الكونغرس الأمريكي كما أشهد زعيمين الديموقراتيين في الكونغرس نانسي بيلوسي وتشاك تشومر بحزمة التحفيز التي قدمها بايدن ووعد بالعمل فورا لإقرارها نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال مسؤول أمريكي كبير إن الجيش الأمريكي شهد زيادة في التطرف العام الماضي وأضف المسؤول للصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه إن الجيش سيدرس ما إذا كان بحاجة لمراجعة خلفيات أي من أفراد الحرس الوطني المكلفين بتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعة القادم العشرين من جانفي الجري هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين تجيل 63 وفاة جديدة و2327 إصابة جديدة بوباء كورونا بتاريخ الثلاث عشر من جانفي الجري وتونس تتجاوز 170 ألف إصابة منذ بداية الجائحة فالذكرى العشر للثورة البرلمان يدعو إلى الوحدة الوطنية ويجدد دعمه لمبادرة الحوار الوطني والهيئة الوطنية للمحامين تحذر من خطورة الوضع الذي تمر به البلاد وتحمل المنظومة الحاكمة مسئولية ما وصلت إليه الأوضاع من ترج في العالم تجيل أكثر من 93 مليون إصابة وحوالي مليوني وفاة بفيروس كورونا بأجمل تحياتي أند بن علي الغريب بيعود وألقاكم على رأس الساعة بحول الله اشتركوا في القناة